اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي والدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور محمد معيط وزير المالية والسيد هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الاداء المالي للدولة خلال العام المالي 2021-2022 وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الاطار على النتائج الاولية لأداء الموازنة العامة للعام المالي المنقضي 2021-2022 حيث بلغ معدل نمو الايرادات حوالي 20% ومعدل نمو المصرفات نحو 15% الى جانب تحقيق فائد اولي قدره حوالي 97 مليار جنيه بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الاجمالي وبذلك تكون الموازنة العامة للدولة قد حققت فائدا اوليا للعام الرابع على التوالي بالاضافة الى خفض العجز الكلي من 6.8% خلال العام المالي 2020-2021 الى 6.1% وخفض قيمة فتورة خدمة الدين من 35.8% من الموازنة العامة للدولة خلال عام 2020-2021 الى 32.8% كما تبع السيد الرئيس في ذات السياق خطة وزارة المالية لخفض الدين العام لاجهزة الموازنة العامة للدولة خلال الفترة القادمة حيث وجه سيادته باستهداف خفض نسبة الدين للناتج المحلي على مدار الفترة المستقبلية عن المستوى الحالي الى جانب ترشيد الانفاق الحكومي والحفاظ على استمرار انضباط اداء المالية العامة للدولة والتركيز خلال الفترة القادمة على دعم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وموصلة الاستثمارات لتعظيم الانتاج وتوفير فرص العمل فضلا عن استمرار الانفاق على برامج الصحة والتعليم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة